المصلحة الوطنية لنهر الليطاني التي كانت في غيبوبة طويلة استفاقت مع إدارتها الجديدة لتلاحق ما خلفه الإهمال على مدى سنوات مسحت كافة التعديات والمخالفات على مجرى النهر ووجهت انذاراتها للملوثين وعملت مع السلطات القضائية والأمنية على هذا الصعيد التلوث وبحسب مدير عام المصلحة سامي علوية ناجم عن ثلاثة أسباب الأول مخيمات النزوح العشوائية والقريبة من النهر والثاني عن الصرف الصحي والثالث عن المؤسسات الصناعية فكيف تعاطى هؤلاء مع المصلحة؟ مسألتين ناسحين ومسألة الصرف الصحي عم انتبعها مع البلديات ومع المفوضية السامية لشؤون الناسحين لم تتجاوب المفوضية ولم يتجاوب بعض البلديات فتحرك القضاء بشخص النياب العام المالية أما المؤسسات الصناعية فنامت على توصيات اللجنة الوزرية وواصلت تعدياتها مسحنا المؤسسات المرخصة وأكيد وزارة الصناعة كانت غائبة عن تطبيق الأوانين والرقابة عن المؤسسات الصناعية مثل البلديات اضطرنا إلى اللجوء إلى القضاء تم تحويل تم الإدعاء حوالي على 71 مؤسسة صناعية مرخصة في قضاء زحلي والابقعة الغربة وتم تحويل ملفات حوالي 39 مؤسسة بحلبك الهرميل حلول عديدة أمام المصانع والبلديات إلا أنها تبقى مؤقتة بانتظار تطبيق القانون 63 والذي يتضمن خطة مكافحة التلوث على المدى البعيد انتظار تطبيق القانون 63 لا يعني استمرار الصرف الصحي بالنهر وإنما في حلول مؤقتة يجب على البلديات وعلى المؤسسات الصناعية أن تلتزم فيها اليوم نحن مستفيدين من دعم من الرؤساء الثلاثة ومن الرئيس الحريرة دعم نهائي ولا متناهي بموضوع ملف نهر اللي طاني المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بدأ بدوره بالاستماع إلى إفادات رؤساء البلديات التي وجهت إليها المصلحة انذارات ترك الصرف الصحي وعدم تطبيق القوانين وتعميم المحافز لأوسطهم بإنشاء ويتلاند أو ما يسمى بمناطق رطبة مزروعة بالأصب مؤقتا إلى حين وصول محطات التكرير مع عدم التزام فيها من جهة تانية كمان فرض عليهم المحافز وسيفرض عليهم النائب العام المالي تنظيف الجزء من النهر الذي يمر بالنطاق البلدي من النفايات الصلبة اللي مسكرى مجرى أما رد رؤساء البلديات خلال الإدلاء بإفاداتهم أمام القاد إبراهيم فكان وبحسب مصدر لتلفزيون مستقبل أن ما يطلب منها خارج إمكانياتها الفنية والمادية وهي أعربت عن تعاونها وترحيبها بأن تتولى المصلحة ترجمة الحلول على الأرض ترجمة نانسي قنقر